بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة مسؤولية الأولويات وابتلاع الطعم إبراهيم أهلا بك أبراهيم أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم حلقة الخميس من ملك وكتابة النهاردة رقم 908 908 حلقة من ملك وكتابة وما زال المهندس عدلي يتقلق في الاستهلاليات بتاعته بلع الطعم وأولويات المسؤولية الأولويات مسؤولية أستاذ أبراهيم والذكاء تحدد أولوياتك وطار مواعيد معاركك إذا جاءت تعبير هي مش معارك إنما الصرعات اللي انت تأخدها وتركز عليها اللي هيصل أولا عايزين نترحم على المرحوم أحمد رفعد وأرجو قال لي أعاني أحد معنا ومش هنخلط في التفاصيل لأنها قيد التحقيق ولكن مسألة مين حيسق يروح مين حيرجع مين حيعار مين مش حيعار أخبار النادي الأهلي أصبحت بجد أعيشوها وكأني في كوكب آخر كأني مش موجود داخل النادي الأهلي كلها بهدف التشويش ويعني خل نوع من الحالة الجدالية اللي تاخدك بعيد عن الماتشات وأنا أعتقد أن جماهيرنا أصبحت مدربة من أول الأزمة بتاعت ماتش الوداد اللي عادنا منشغلين ليه من ماتش واحد وحقنا فين وبتاع فكانت النتيجة روحنا وضع منا التركيز أول حضور الجماهيري ليه مش النص بالنص وكل مسائل مش فيه حد لما روحنا بعد كده فيه ظروف مشابهة أنت روحت تاني مرة وانت لازد هناك ما تخسرش قدرت تتحقق المطلوب حقات التعادل الإيجابي ليه ركزت على الهدف ما انشغلتش بالفرعيات ما يحدث الآن عملية مدربة وممنهجة اشتغالة ليه عشان يشغلك يحدث لك أليو دينج مش عارف ايه يحدث لك أزمة في كريستو ايه يفضل يركز لك على أين فيه لعيم خلاص خلص فيش حاجة من دي واخد بالك لأن انت اي عاقل لازم هو انت بترشح عارف ليه مكان ولا مالوش مكان واخد بالك فإنما هو يقول لك فشل الصفقة في اللحظات الأخيرة تقعد انت بقى تهاجم في الإدارة ايه ده ما انتم بتتأخروا يا جماعة مين قال لكم ان الكلام ده ما تاخدوش حاجة غير من إدارة النادي الآلي وخدوا بإسلوبة ما هو الآلي اعتاد ما يعلنش غير الماء اللي بيتم إنما مش كل واحد حيرشح لعيم حيترتش لنا في الإعلام وحنوعد نتكلم إن ليه ما جاشه ليه جاشه فشل ومش فشل الأولوي بتاعتنا عندنا ايه أصبح الدورة كأنها مبراد كؤوس فجأة تحاول إلى كأس انت لست في طرف أن تخسر نقطة وبعدين توصل لمرحلة النماتش بكرة قد يكون حاسما في الدورة مؤثر جدا إذا استطعت الفوز غدا والتركيز على كده ما تنشغلش مين حيلعب ومين حيخش ومين حيطلع وحق نادل فين والإدارة فين سيبك بالكلام ده كله انت بتدير فريق بتخليه جاهز للمهمة واعتقد إن أصبح الجهاز الفني والإداري للفريق نفسه عنده من الخبرات إنه يا سوعب ده الباقي إن احنا نقول له جزء بسيط من جماهيرنا خلي بالكو معظم الجماهير أنا بشوف تعليقاتها لا مستوعبة جدا عملية الالهاء وبص العصفورة حتى بيسموها كده عجيب من التعليق ده بص العصفورة مش عايزين نبص على العصفير عايزين نبص على الصيد السمين اللي احنا رحلو اللي هو البطولات التي يحسب الأهل على فقدها وليس على الفوز به ده كلام ملخص مهم جدا لحلقة هذه أبرز عنوينها الأهل وتسلق الأهرامات نزارات توفيق أصل الحكاية كولر والأستاذ وكلام وليد الأزمة منوعات من هنا وهناك والمرهنات عين عينك طيب في البداية خلي